رسمياً الكابتن حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب كابتن إبراهيم حسن مديراً للمنتخب الخبر ده خلاص أصبح رسمي على الصفحة الرسمية للموقع أو لصفحة الاتحاد المصري لكرة القدم بنبارك لكابتن حسام وكابتن إبراهيم وأياً كان الجهاز الفني اللي أعلن عنه لاتحاد المصري لكرة القدم لكن بنقول لحضراتكم كلنا هنكون داعمين كلنا هنكون داعمين للجهاز اللي جاي إن الكرة المصرية محتاجة بسمة ومحتاجة فرحة خلال فترة اللي جاية بنشوف النهاردة منتخب الأردن وهو بيوصل للنهائي في بطولة أسيا فرحة مش للأردن بس ولكن فرحة لكل العرب زي ما احنا شافين حسام حسن مديراً فنياً وإبراهيم حسن مديراً المتخب الأول قرر مجلس دارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب المصري الأول خلفاً للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديراً للمنتخب دا رسمي على الصفحة الرسمية لصفحة الاتحاد المصري لكرة القدم لكن أنا عايز أرجع ليومين خلينا نحلل قلت لحضراتكو إحنا مع أي جهاز فني هيتم تعيينه هنكون مساندين ليه؟ علشان دا متخب بلدنا كرة المصرية محتاجة فرحة زي ما احنا بنشوف النهاردة الأردن هي فرحة بتشمع العرب كله وصوله للنهاء الأسيوي في بطولة أمم أسيا طبعاً بعد أداء راع والنهاردة بيكسب كوريا الجنوبية 2-0 في مباراة كبيرة للمنتخب الأردني عايز أرجع وخلونا نحلل موقف الاتحاد المصري لكرة القدم اللي أصدر بيانات من يومين وبدأت الناس تقول خطوة على طريق الإصلاح النهاردة بعد يومين بنشوف كرارات جديدة وهو هو نفس الاتحاد اعرضونا علشان نشوف ونفكر الناس بالقرارات اللي تاخدت من يومين والقرارات الجديدة دي قرارات مجلس اتحاد الكرة بتاريخ أربعة فبراير توجيه الشكر لروي فيتوريا جهازه المعاون البنود قرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدرباً عاماً لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باك الجهاز هي دي النقطة اللي تهمنا في حلقتنا النهاردة تاني قرر المجلس الموافقة على تعيين محمد يوسف مدرباً عاماً لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باك الجهاز لما الاتحاد بيعلن على صفحته قرار لما بيعلن لما بيعلن قرار زي ده على صفحته على موقع الاتحاد مصر قدم يبقى الناس درست القرار عشان تطلع بالقرار النهاردة لما تقول محمد يوسف حتى الناس طلعت وقالت إزاي النهاردة بتعيينه مدرب عام قبل ما يتم تشكيل أو اختيار المدرب الأجنبي علشان ما نرجعش نشوف روي فيتوريا لما كان تم تعيين الكابتل محمد يوسف وقال لا ده محمد يوسف ده رجل السيفي بتاعه قوي جداً أنا عايز واحد جنبي يتعلم السيفي بتاعه لسه مبتدل فانهو ده النهاردة آجي أعمل نفس الخطوة مع أن الكابتل محمد يوسف يعني رجل محاق بطولة أفريقيا دوري أبطال أفريقيا فالنهاردة أعف نفس الخطأ طيب وبدأت كان فيه تكهنات عام مدربين أجانب كبار والناس بدأ يبقى عندها يعني فرحة أو نقول فيه أمل في الكرة المصرية النهاردة مدرب وطني كلنا وراء كلنا وراء مدرب الوطني بس التخبط في الكرارات اتخاذ الكرار الإعلان عن الكرار ده مهم جداً يا جماعة عشان الكرة المصرية طيب تعالي نروح نقرب